في المسبح ليزا و أنّا هاتّن أن أينم هايسن زوما تاك أولاوب كان عند ليزا و أنّا في يوم صيفي ساخن أو حار عطلة در أولاوب وهي العطلة هايس يعني ساخن أو حار در زوما تاك يعني يوم صيفي در زوما وهو الصيف و قرروا الذهاب إلى المسبح در زوما وهو المسبح قبل مغادرتهم أو قبل انصرافهم في المعنى غادر أو انصرف هنا في الماضي حزموا حقائبهم يعني حزم هنا في الماضي Wir brauchen unsere بادو انتسيج ساكت ليزا ليزا قالت نحتاج إلى ملابس السباحة الخاصة بنا الفعل براوخن هو فعل ملابس السباحة الخاصة بنا معنى إحتاجة دي بادو انتسيج وهي ملابس السباحة و قامت بحزم ملابس السباحة الخاصة بهم وأضافت أنا هنا في الماضي يعني أضافة يضيفه لا تنسي المناشف فرغس في المعنى هنا سينسى وهي المناشف فرغت ليزا ليزا سألت ماذا أيضا؟ نحتاج إلى واقع الشمس يعني واقع الشمس لكي نحمي أنفسنا من الشمس يعني الحماية من الشمس أو شخص ما حرف جرفو هنا بلوس داتيف سألت أنا وحزمت واقع الشمس الفعل أينباكن وفعل بلوس أكوزاتيف ريشتيش ونحن نحتاج إلى زون بريلن مينت ليزا قالت ليزا ما هذا الفعل هنا معناه قال يقولو صحيح ريشتيش ونحتاج أو نحن بحاجة أيضا لنظارات الشمسية ديزون بريلن وهي النظارات الشمسية إيش نمو نوخ مينن هوت ونفليب فلوبس ميت قالت أنا قالت أنا سوف أخذ معي قبعتي ديزون بحاجة دا روت وهي القبعة وشب شب هذا الذي ترونه في الصورة يسمى فليب فلوبس شب شب بأصبع أجابت ليزا أجابت ليزا لقد جلبت أيضا شيئا للشرب ميت جبغخت هو الفعل ميت بغنغ يعني جلب معه أو أحضر معه وقامت بوضع علاوة على ذلك زجاجتين أو قارورتين من الماء وهي زجاجات أو قارورات المياه يعني علاوة على ذلك أو إضافة إلى ذلك وتستخدم هذا الفعل عندما تضع شيئا ما بشكل أخرى وفوقي Wir sollten auch ein paar سنكس mitnehmen meint to Anna Anna قالت ينبغي علينا أيضا أن نأخذ معنا بعض الوجبات الخفيفة Die سنكس وهي الوجبات الخفيفة Sie packte ein paar أفل und nüsse ein يعني حزمت بعض التفاح والمكسرات Die نüsse وهي المكسرات Und vergiss nicht Die Sonnenhüte fügte Lisa hinzu ولا تنسي قبعات الشمس أضافت Lisa Die Sonnenhüte وهي قبعات الشمس Jetzt sind wir bereit Zagtu Anna الآن نحن جاهزون قالت Anna Sie namen Irotashen أخذوا حقائبهم Und fugen mit dem Bus zum Schwimbad وركبوا الحافلة للمسبح Fugen هو الفعل فاغن في الماضي في هذا السياق معناه استقلوا أو ركبا Im Schwimbad يعني في المسبح Das Schwimbad تصبح dem Schwimbad في الداتيف لأننا عندنا هنا حرف جرئين بلوس داتيف سوختن سي سيش أين بلات يعني بحثوا عن مكان سي بريتتن إيرو هانتشا أوس قاموا بناشر مناشي فيهم أوس بريتن في المعنى نشارا ينشورو ونزوغن إيرو بادو أنتسيغو أن وقاموا بيرتداء ملابستيباح الخاصة بههم سوغن أن هو الفعل أنتسيين معنى إرتادا يرتدي ثم قفزوا في الماء شبخانغن هو الفعل شبخانغن في الماضي يعني قفزا يقفزوا وبما أن القفز هو حركة لهذا السبب عندنا حرف جرئين بلوس أكوزاتيف إن داس فاسا إن داس فاسا ونشفامن يعني وسبحوا شفامن هو الفعل شفامن في الماضي ومعنى السباحة يسبحوا بعد فتراتين لغتن سي سيش على إيرو هانتشا استلقوا على مناشفهم سيش لغن يعني استلقا أو رقضا هنا عندنا حركة لهذا السبب حرف جرئاوف بلوس أكوزاتيف سي تخوغن دي زون الكريم اوف قاموا بي دهن أو طالي الواقي الشمسي اوف تخاغن في المعنى دهنة أو طالة هنا في الماضي ونزيتستن إيرو زونن بغلين اوف وقاموا بارتداء نظاراتهم الشمسية اوفزيتسن يعني ارتداء أو وضع تستخدموها مع النظارات للتعبير عن ارتداء أو وضع النظارات زي تخانكن داس كالتو فاسا يعني قاموا بي شرب الماء البارد تخانكن هو الفعل تخينكن في الماضي يعني شاريبا يشربو ونشبانتن زيش اونتا در زون يعني وقاموا بالاسترخاء تحت الشمس زيش انشبانن يعني استرخى يسترخي انتا من حروف الجر التي تكون احيانا مع الضاطف واحيانا اخرى مع اكوزاتيف انتا هنا بلوس ضاطف لاننا نقول يعني اين يتواجدون تحت الشمس يعني يقومون بالاسترخاء تحت الشمس لا توجد حركة شباتا بشلوسن زي لاحقا قرروا دي واسا غوتش أوس تسو بروبيرن يعني تجربة زحليقة المياه دي واسا غوتش وهي زحليقة المياه أوس بروبيرن يعني جربا يجربو في المساء عندما كانوا متعبونا ومرهقون ارشبفت صف معناها مرهق شتلتن زي فست يعني تبين لهم أو اكتشفوا فست شتلن في المعنى تبين أو اكتشفوا أنهم أضاعوا أو فقدوا مفاتيحهم في المسبح فرلورن هو الفعل فرليرن يعني فقد أو أضاع زي زوغتن أبقال بحثوا في كل مكان أبا كنتن زي نيشت فندن ولكنهم لم يجدوهم زي تعودوا على المفاتيح دي شلسل زوهوزو أنجيكومن ووصولن إلى المنزل شتلتن زي فست دس زي اوخ كاينن ارساطس شلسل هاتن لقد تبين لهم أنهم ليس لديهم أيضا مفتاح احتياطي در ارساطس شلسل وهو المفتاح الاحتياطي زي ريفن ار فروندين نينا عن اتصلوا بصديقتهم نينا غيفن أن هو الفعل أنغوفن يعني اتصلوا يتصلوا هنا في الماضي نينا زاكت دس زي بايئة ايبا نختن كنتن قالت نينا أنهم يمكنهم المبيت أو قضاء الليل عندها ايبا نختن فعل معناه قضاء الليل أو المبيت حرف جرباي تستخدمه مع الأشخاص لكي تعبر أنك عند شخص ما ليس فقط معه بل ينبغي أن تكون في مكانه في منزله مثلا ليزا وانا فوغن من دينبوس تسوني نسفونو يعني ليزا وانا استقلوا الحافلة لشقة انا حرف جارتسو نستخدمه مع الأشخاص للتعبير عن قيامنا بالذهاب إلى شخص ما دوت ارتسلتن زي نينا هناك حكو أو أخبروا نينا فون إيغم لنغن فرستخيرندن تاك عن يومهم الطاويل والموحبت ارتسلن فون يعني حكا أو أخبرا عن حرف جارفون دائما يكون مع الضاتيف فرستخيرند يعني محبط نينا قالت سوف نجد غدا حلا دي لوزون وهو الحل دي لو وزون سوف أعجب إلى طاويله